ترجمة نانسي قنقر كنت بنزل الصور بس عشان تفضل القناة مستمرة كان عندي ظروف خلاتي ماقدرش انزل اي فيديو النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة قوي بتم كل ربات البيوت كل ستة مصرية كل ستة عربية داخلين على رمضان ندردش ونتكلم شوية في حاجات كده بسيطة ممكن مع بعض ننفذها ونقول هي هتنفع الفكرة حلوة اللي عنده فكرة يقولها كده وناخد وندي مع بعض اول حاجة في الفكرة ايه الحصالة دي بس انا مش هتكلم دلوقتي على الحصالة هنتكلم على حاجات الاول قبل الحصالة هنتكلم على ايه يا امو اسلام على شهر رمضان الكريم يا رب يعود علينا وعليكم باليوم والخير والبركات يا رب العالمين لسه بدر يا امو اسلام على رمضان ما يجراش نيجي نبدأ نتكلم ونبدأ نخزن ونعين من دلوقتي انا عارفة ان الظروف وحشة والدنيا صعبة والخضروات او الفكرة او الاكل بجميعه غالي ما فيش حد معاها 2003 يروح يجيب شوية لحمة على قدر يخزنهم الفكرة بتاعتي ايه بسيطة جدا ان احنا هنبدأ نخزن براحتنا حبة حبة زي ما بنقول كده هنبدأ بايه بالمانجا اني رحق بقى كده المانجا موجودة لسه بخمسة وتلاتين جنيه رحق اشتريك بمية جنيه كل حباية كده حطيها في كيس ورميها في الفريزة هتيجي في رمضان تلاقي عندك عصير مانجا طبيعي احسن من الكياس دي طيب ايه تاني الجوافة الجوافة بعشرة جنيه ولسه موجودة في السوق وراحتها تحفظ طحفة كده وانتي مشي هتلاقي الريحة الجوافة مفحفة بخمسين جنيه بلاش بخمسين جنيه بعشرين جنيه اتنين تيلو ونضافيها وكيسيها وكل كيس تحط فيه ايه تلات اربع معالي سكر وفنا ده برضو وقت الميوم في الفريزة هتيجي تلاقي عندك نوع تاني من العصير الطبيعي الجوافة الفراولة هتبدأ تطلع البرتقان طلع دلوقتي بس هو الاستخدر هنركنه شوية لحد ما يصفر كده ويطعمه يبقى حل ورحته تبقى كده قلبة الدنيا نجيب البرتقان برضو رخيص ونعين ونعين برضو نخزن شوية طيب ما فيش معان ما بتجيبي حاجة لولادك ما بتجيبي فاكهة لولادك حوشي منها حبيتين ورميهم في الفريزة حوشي اي حاجة طماطم حوشي منجاية ورميها في الفريزة يعني لو متوفر ومعاكي وربنا ميصر لك ابدأ هاتي كده الحاجات الفاكهة المتوفرة دلوقتي اللي بتتخزن ندخل بقى على الخضروات الطماطم الطماطم بقى شرين جنيه غالية غالية برضو هاتلك بخمسين جنيه اثنين كيلو ونصر نمسكوهم كده نطفيهم وعلى قد الاكلة وقطعيها وحطيها برضو في الفريزة طيب ما فيش اما بتجيبي كيلو او اثنين كيلو لباتك اي خدي منهم كسين كده على قد الطبخة بالزبط وعينيها في الفريزة تاني حاجة في الخضروات ان ايه البسلة هتبدأ تظهر برضو احنا داخلنا على الشتاء بقى والخضروات والفاكهة بقى الجميلة بتاع الشتاء البسلة واستبانخ ده كله من الحاجات اللي احنا بنحب نفرزها وبنحب ناكلها في رمضان بيبقى الاكل في رمضان الحاجات دي بقالها طعم تاني خالص في ايه تاني من الخضروات اللي موجودة الجزر برضو بنحتاجه للعصير البرتقان ومنحتاجه للبسلة وبنحتاجه فيه القلقاس في الحاجات دي كله انا ما بقولكش هاتي كمية كبيرة روح اتليك مثلا الفة او الفين لا بتجيب طبخة للبيتك حوشي منها شوية حاجة فاكهة جايبها للبيت حوشي منها شوية زي ما انا بقول كده الخضروات الشتوية بتبقى جميلة ببقى فيه بقى الفول اخضر والبسلة والقذر والستبانح كده هندخل بقى على ايه السكر بتجيب التموين حوشي كيس سكر على جنب كيس مكرونة على جنب كل ما معاكي اي حاجة حوشي وهاتي ربع كيلولوبي على جنب كيس شعرية كيس لسان عصفور وحطي على جنب ما تروحيش تاخدي منهم لا دول ابعديهم عنك خالص وانسيهم هتيجي في رمضان تلاقي عندك ما شاء الله متوفرة خضروات متوفر طماطم متوفر فكهة متوفر بقليات يعني على قد ما تقدري والله لو هتقيني نص نص الحاجة طيب ندخل بقى على ايه اهم حاجة اللحوم وطبعا سعرها هنا عندنا في رمضان بربع مجينة مقفولة كده ايه ما هتروحي الجيبي مثلا لو بتجيبي تلات تربع كيلو او نص كيلو حوشي خرطة حوشي خرطة واحدة كل مرة كده حوشي خرطة ايه حوشي ربع كيلو لحمة هتلاقي ايه ايه افرموهم والله انا بفرم في المطحنة بتاع البهارات اعمل بقى ايه مكرونة بشامل اعمل رؤاء اعمل جلاش انتو عارفين دل حاجات بتاقي دي الجميلة دي بتبقى ايه جميلة او في رمضان هتلاقي متوفر معاك ايه هتجيبي فراج حوشي صدر حوشي ورقة مرة ايه متيسر هتجيبي فرختان حوشي واحدة حوشي نص واحدة هتلاقيها برضو هتيجي تلاقيلك محوشة في الكم شهر اللي لسه دولة عن رمضان فرختين على الاقل لو هتجيبي سمان وتحبي سمان سمانتين واعينيهم في جنب ايه رؤاء نص كيلو لحمة اركنية في جنب هتلاقي حاجات يعني احنا مع بعض اهو ونشوف هنحوش ايه وهنعين ايه وان شاء الله معاكم خطوة بخطوة وهنفتح الفريزر ونشوف احنا عينين ايه مع بعض هنقول ايه تاني الخضروات اللي لسه في السوق فيه الملوخية الحقيقة هاتي شوية كده والربطة بعشرة جناعة مشغالية ونشوف شوية وفروم حبها وحطوهم في الفريزر اما تيجي تعملوا ملوخية الشربة بتغليع النار تسقطي فيها الملوخية وهي متجمدة ما سيبها اشترك على الرخامة لما تفك لا حطيها وهي متجمدة كده البامية لسه موجودة برضو يعني اقولكش هاتي نص نص كيلو بامية يقسميه على كسين او حسب افراد علدك فيه برضو الكرمب والكرمب طبعا الوقت هيبقى كرمب البلد الجميل ومسكر بتاعنا جميل اللي ورقه لأي اقتلة مش مؤمن ان انت تجيب الكرمباية كبيرة وتعملوا حالك محشية قدية لا حتى لو انت هتجيب الكرمباية كبيرة يقسميها اتبخي على قدية بالباقي اتبخي عليك وانتخيص البريزة حاجات بسيطة ولهم هتوفر معنا كتير ام اذا كان اخدر ورقيا مش نتذكرا اخدر ورقيا حاليا اللي موجودة بشيء اكثر من جهة انا ورحبش لغازل لكوسة ولا بلينجان ولا حاجات موجودة اتكلم بقى على الفيديو بتاعنا الاساسي اللي هي الحصالة حكاية الحصالة دي حصالة الخير انا مسميها حصالة الخير بصم ما سمعكو الصوت اي فلوس فضية معايا بتفيض من مواصلات من المحل داني اتنين جنيه تلاتة جنيه واحيانا بتديني عشرة جنيه فضية بروح حطاها وسقطاها هنا هي ايا بصم مزتها ان هي انتي ما بتعرفيش تطلعي زي مثلا تحطي البوكة او تحطي الحصالة اللي هي بالافل لا دي مزتها ان انتي ما بترمي فيها الفلوس خلاص ما بتعرفيش تطلعيها تاني الا اذا هي قصرتها بقى وطلعتها هنبدأ بقى اي فلوس فضية معاك يعنيها عشرة جنيه خمسة جنيه عشرين تابع مقدورتك مش هقولك لا يعني خدي من مصروف البيت ويعجز معاك وروح حطي فيها لا على قد ما تقدري يعني اللي يتوفر معاك والله لو عشرة جنيه في الشهر بستمج جنيه طبعا انت لو هتضع فيه براحتك هتقللي طبعا ظروفك بردو طبعا نعمل ايه بقى بالحصالة دي هنجبقى ان شاء الله كله في اخر رمضان يا رب يعود علينا الايام ونروح بقى جايبين لبس العيد بتاع الاولادات اللي يتوفر معاك الفين تلاتة تبع ما بقولك تبع تبع من اللي انت هتحطي هتجيب لأولادك اللبس ما هتبقي الشاي اللي ههم اللبس وشاي اللي ههم الكحك والبسكوت وطبعا الاولاد ما لهمش دعوة بالظروف بظروف البيت او بظروف الناس لا الاولاد لازم يفرحهم فهتلاقي متوفر عندك معاك فلوس تجيب لبس كل واحد كده هتجيب له طقم من الاولاد وتجيب بقى كيلو بقى سكوت على كيلو شوكولاتات على شوية حاجات كده تفرحي بيهم الاولاد انت نفسك هتفرحي من جواك ان انت قدرتي توفري حاجة توفري حاجة يعني تشيلي من المسئولية كماني يعني حاجة ما كايتش على البال انا بسميها حصالة الخير في ايه رأيكم في الفكرة يعني تنفع معنا ان نحوش فيها وان شاء الله في رمضان هنفتحها سوا وكل واحدة تقولي حوشت كام وجابت لبس ايه للاولاد اتمنى يا رب ان الفيديو ده يكون عجبكم وما تنسونش حبيبي باللايك والاشتراك في القناة كلمة حلوة منكم تشجعنا افكار نتبادلها سوا ونتنقشها سوا ونتكلم فيها سوا تقولولي انتم منين من اي بلد بتتابعوني واتمنى يا رب اللايك هو اللي بيرفع القناة اللايك هو اللي بيخلي القناة تستمر انا نفسي يعني زي القنوات المشهورة المعروفة اللي احنا بنتبعها وبنتفرج عليها مع انهم يعني ما بينزلوش اي محتوى بس الناس بترفع لهم الفيديوهات ومشاهداتهم عالية اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد في رعاية اللي او حافظه